موسيقى موسيقى انت ياكم حبيبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وصحة وسعيدة يا موليد برج الحمل موليد برج الحمل نهاردة ان شاء الله معادنا مع القرية بتاعتكم بسم الله يلا نشوف احوالك و احوال شريكك ايه? توقيت موليد برج الحمل بسم الله تحب اول كرت لموليد برج الحمل يلا نشوف تقطق ايه? بسم الله الله مساء الله عليك برج الحمل تقطق اللي جاء ان شاء الله فيها بدايات جديدة وفيها حب كبير و كرت الشمس او كرت ده مبارك او يقولك ان حياتك الجاية هتبقى مباركة ان شاء الله وحتى حياتك العاطفية هتكون اكتر سعادة واكتر حب من اي وقت فات و طبعا عارفيني ان الشمس اللي ما بتطلع بتنور الكون انت بالضبط حياتك هتبقى كده ان شاء الله هتنور حياتك الفترة اللي جاية هيبقى فيه عندك حياة جديدة وفيه ربيع جديد في حياتك وهتبدأ من جديد في كل حاجة سواء في حياتك العاطفية او في حياتك العملية او في حياتك العلمية فيه بدايات جديدة في حياتك وفيه الهام كمان يعني انا شايفة ان انت الفترة الجاية هتبقى ملهم قوي وربنا كده كأنه بيلهمك وبيوجهك للطريق الصح والحاجات اللي المفروض ان انت تاخد فيها خطوة وتبدأ تعملها برج الحمل شايفة كمان انه الوقت اللي جاي هيبقى وقت افضل من الوقت ده وكأنك حتى عموما في حياتك بتبدأ او بتعمل مصروع جديد وعند البعض منكم اذا كنتوا متزوجين فانا شايفة فيه ولادة الطفل جديد وحياة جديدة جاي لكم مع الطفل ده يعني كأنه طفل جاي برزق كبير كمان لو كنتوا عزاب او مش مرتبق يعني منفصلين للبعض منكم اللي هو بيحب الكتابة او بيحب ينشر مقالات او كده انا شايفة فيه كتابة منشور جديد كتاب جديد فيه حاجة انت بتصدرها الفترة اللي جاية خاصة الناس اللي هما بيهتموا بالكتابة شايفة كمان انه الوقت ده مناسب ان انت تغير في الطاقة بتاعتك وتبدأ تعبر عن نفسك وتعبر عن رؤيتك وتعبر عن اهدافك في كل حاجة انت بتحبها وعايزها تبدأ تاخد لها خطوات وتبدأ تمشي في الاتجاه اللي انت بتحبه فيه حب الهي هيدخل قلبك جهة شخص شايفة يعني هيدخل حياة البعض من موليد برج الحمل والحب ده والشخص ده حبه هيكون فيه بركة وفيه وفرة وانت هتحس من ناحيته بالراحة النفسية شايفة كمان نوايات مسركة الفترة الجاية يعني كان عندك نية حلوة لحياتك الفترة الجاية حابب تبدأ حاجة جديدة متى هتبدأها وحتكون مستعد من جميع الاتجاهات الطاقة بتاعتكё حلوة قوي النص التاني من الشهر يعني ان شاء الله ام شايفك. آم بحب جديد وسعادة جديدة وملهم لكل حاجة حلوة الفترة الجاية طاقتك حلو Summer تعالوا نشوف طاقة شريكك بسم الله طاقة الشريك بقى دي للناس اللي هم مرتبطين او منفصلين او كراش يعني الشخص اللي في بالك في حياتك هي دي الطاقة بتاعته اللي احنا هنسحب لها كارت دلوقتي بسم الله طاقة السحر والمرأة او المراية يعني السحر والمرأة طيب انا شايفة الشخص ده خلينا نقول كأن الشخص ده الفترة اللي جاية دي بيدخل في قوة انت او ما تشوف فيها قوة روحية يعني كأن حياته الروحانية او الروحية بتبقى اقوى من اي وقت فات الشخص ده كأنه الفترة الجاية بيقول انا هاخد كل حاجة في ايدي كل حاجة انا نفسي فيها همتلكها افكاره هتبقى اوسع واكبر من اي فترة فاتت هتلاقي بيفكر بطريقة مختلفة شوية بطريقة فيها نطج بطريقة ايجابية ولو كنتم منفصلين هتلاقي الشخص ده جاي بيكلمك لانه انا شايفة انه هنا تفكيره اقوى واكبر من اي وقت فات شخص ده بيتوجه لطريق الصح الفترة اللي جاية شايفة بيغير كتير في حياته وخاصة الحياة العاطفية بينك وبينه لو كنتم مرتبطين برضو وحتشوفه التغيير ده وحتشوفه ان الشخص ده كأنك يعني انت ستبصره من منظور مختلف شوية لان انت ستلاقي عنده تغييرات عن الفترة اللي فاتت الشخص ده كأنه عايز يوصل لكل حاجة هو نفسه فيها هو جاهز انه يعمل ده عايز يعمل مستقبل عايزي يحدد مستقبل العلاقة اللي بينك وبينه اذا كنتوا في فترة ارتباط بدقية يعني او لسه ما ارتبطتوش رسمي هتلاقي الشخص ده بيقولك انه يقدر يعمل ده وانه يقدر ياخد الخطوة اي حاجة صعبة هتلاقي الشخص ده بيستهيلها قوي ومش هيفضل بقى يعني مش زي مثلا لو كان الشخص ده بيحط العقدة في المنصار الفترة اللي فاتت فلا انت الفترة دي هتلاقي بيعمل ده بحب وبكل اريحية كمان نواية الشخص ده هتلاقيها يعني افضل وهتلاقيها ايجابية هتلاقي الشخص ده عايز يحدد مصير العلاطة بينك وبينه واي حاجة كانت في حياتكو بتتكلموا عليها بطريقة ضبابية او بطريقة مش واضحة لأ هتلاقيه بيتكلم عنها بطريقة اوضح وعارف يحدد مصير العلاطة ايه ومصار المفروض العلاطة بتاعتكو تبقى يعني في اتجاهه طيب حلوة قوي البطاقات البطاقة تعالوا نشوف بقى الفروض بتاعت التارت بسم الله حبايبي موليد برج الحمل لو كنت حد جديد معينا في القناة بقى الاسرة بتاعتنا الصغيرة دي لو سمحت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار واللايك والشير علشان كل موليد برج الحمل يشوفوا الفيديو يوصل لهم بسمك بير حبايبي موليد برج الحمل خلينا نبدأ بالابراج اللي موجودة قدامنا طبعا مش شرط الحبيب يكون منها بس هقول لكم عن الابراج اللي موجودة عندكم هنا عندكم برج الجوزاء وبرج الميزان وبرج الدال وبرج الحمل وبرج السرطان وبرج العقرب وبرج الجدي والحود طيب خلينا نشوف اللي جاي بقى بسم الله برج الحمل شايفاك الفترة اللي جاية البعض منكم بيرسم علاقة عاطفية ترسيمها بينتهي بالزواج فيه ترسيم العلاقة بينك وبين شخص خلينا نقول الشخص ده كان فيه بينكم وبين بعض مكالمات رسائل أو هو هيبدأ يكلمك أو يبعث لك ميسج يعني انتظر من الشريك أو من الحبيب مكالمة أو رسالة بتبدأوا فيها مش هنقول بدايات جديدة قد ما انتوا في نفس العلاقة هتبدأوا بداية جديدة جوه العلاقة نفسها يعني سفر كده أو يعني خلينا نقول نقطة ومن أول السطر أنا شايفة البعض من مويد برج الحمل كأنك مش محدد أهداف قوي بتنساك وراء أي حاجة قدامك أو هتمشي في العلاقة العاطفية دي وهتنجرف معها وهتبدأ تسيب نفسك يعني للعلاقة دي وهتمشي مكان ما الطيار يوديك لأنه أنا شايفاك البعض منكم حاسب خطواته والبعض مشيها كده زي ما تيجي ف اللي حيبدأ منكم من جديد الفترة الجاية شايفاكم بتقوله لسه فيه وقت وهو فعلا لسه فيه وقت ولسه فيه حياء قدام برج الحمل إنه يبدأ من جديد في العلاقات العاطفية بتاعته بس انت بتقول لي نفسك جي الوقت إن أنا أخد فيه خطوة يعني هو ما فاتش الوقت بس جي الوقت اللي أخد فيه خطوة وشايفا خطواتك اللي جاية مع الشريك أو مع الحبيب بتبشر بالخير شايفا فيه مصروع زواج في الأجواء عندكم بتبدأوا بقى من جديد في الحياة العاطفية بتاعتكم شايفا البعض منكم بياخد فرار مهم جدا عشان تكمل في اللي جاي وفرار شجاع جدا لأنك شايفا هنا البعض منكم متردد إنه ياخدوا خطوة واحدة للأمام كأنك عايش الماضي بسلبياته ويسايب الإيجابيات اللي هي جاية لك لأ انت في فترة جاية حاول بقى تغير تفكيرك وتمشي في الاتجاه الصحة برج الحمل أنا شايفا الشخص اللي قدامكم شخص كويس جدا شخص داخل من الباب وشايفا فيه بدايات جديدة حلوة لموليد برج الحمل فما تضيعوش الفرصة بس شايفا عند البعض الآخر من موليد برج الحمل خدوا بالكو أنا دايما بقول لكم البعض لأن التقم مش هتنطبق على الجميع يعني كام حد من برج الحمل فخد التقم بتاعتك يا برج الحمل اللي تخصك شايفا البعض فيه شخص في حياتك كل ما تيجوا تكلموه في ارتباط بيهرب بيخادع يحب بعضه يمشي أو يعدي راوغ شايفاكوا هتكتشفوا الشخص دا هتعرفوه والشخص دا اللي هو اللي بنقول بيهرب دا الشخص اللي عنده عادة مش كويسة في حياته بقى أيا كانت العادة دي بقى بيشرب بي ما بيعملش عادات سليمة في حياته هو عنده حاجة آآ مش مزبوطة في حياته وانت يا برج الحمل خاصة المتزوجين من برج الحمل في حاجة آآ مقيدك مع الشخص دا كأنه مقيدك بيه وبوجودك معه أولاد أو أني أنت مش هتعرف تستقل بعد كده بحياتك لو سبت الشخص دا بس أنا شايفة البعض منكم مجبر على حياة مع شخص الشخص دا عنده عادات سيئة جدا ممكن يكون بقى بخيل حب بخيل مشاعر بخيل فلوس مستخدوا بالكم البخير دا مش بيبقى بخيل ماديا بس لا دا بيبقى آآ يعني بخيل حب ومشاعر فأنا شايفة برج الحمل آآ الفترة الجاية آآ يعني حتحاول أن أنت تماشي حياتك بحكمة وإنت أصلا عارف أن الشخص دا يعني بعد منكم عارف أن الشخص دا أصلا فيه العيوب دي بس آآ هتبقى يعني هتحاول تخرج من المنطوق اللي أنت فيه دا وتبدأ تاخد خطوة آآ في حياتك آآ شايفة المنفصلين من برج الحمل آآ لسه طاقة الهروب عند الشخص دا يعني أنا شايفة لسه طاقة الهروب موجودة لسه الشخص دا يعني آآ مش واخد خطوة قوي بس هو حيحاول الفترة الجاية ياخد خطوة بس هتلاقي الخطوة بطيئة شوية يعني هتلاقوه بياخد خطوات ليكو بس الخطوات بطيئة فنصبر شوية والأمور هتمشي زي ما احنا عايزين آآ شايفة العزاب في عرض زواج آآ بيتقدم للعزاب من موليد برج الحمل وشايفة تيه شخص محترم جدا شخص ميسور الحال آآ شخص شغله ليه علاقة بالطب بالصيدلة بالهندسة ليه بالمحامية ممكن آآ أو بالتدريس آآ الشخص دا هيكون آآ ميسور الحال وشخص وسيم وأول ما هتشوفه كده هتنجذب له يا برج الحمل آآ شايفة برج الحمل كأنكو آآ الفترة الجاة دي بتهتموا بنفسك قوي وشايفة فيه لم شمل عند آآ البعض موجود برج الحمل سواء منفصلين ومعاكو أولاد أو منفصلين في علاقة عاطفية شايفة فيه لم شمل بس شايفة فيه حد آآ بيعمل آآ طاقة سلبية لموليد برج الحمل البعض منكو طبعا مش الكل وآآ بيحاول انه يعرك الحيات كل ما تيكون تخطو خطوة قدام بيحاولي وقفلكم المراكب السيرة بس شايفة ان شاء الله انه الشمس هتطلع عليك وعلى حياتك وحتبدأ بدايات جديدة آآ في حياتك العاطفية وهترد كده كأدين لانه شايفة فيه عندك طاقة استشفاء من آآ طاقة سلبية سواء بقى سحر سواء آآ آآ حياتك ملغبطة بسبب اي سبب انا شايفة فيه آآ طاقة استشفاء عند موليد برج الحمل وشايفة فيه فرصة عاطفية حلوة قوي حتجيلكم شايفكم بتمدوا على العقد او فيه هدية معينة جاية لكم في حد بيقدم هدية لبرج الحمل وعايز يبدأ مع برج الحمل بدايات جديدة ان شاء الله تبدأوا بداية جديدة سعيدة برج الحمل واموركم كلها آآ يعني هتبقى افضل الفترة اللي جاية آآ حاولوا ان انتو تخرجوا من الترويطة والتأييدة اللي انتو فيها دي وما تخلوش يعني عقلكو يخليكم بتبصوا للي فات وبتفكروا في اللي فات لا فكر في الجديد او اللي جاي لان شايفة الطاقة قدامي على قدم كان فيها كان فيها شوفوا كان فيها سلبيات على قدم الفترة الجاية هتبقى افضل من اي وقت فات وشايفك بتتعامل باكتر حكمة واكتر وضوح وشايفك بتقرب انت والسخصة من بعض وبتبدأوا كأنه فيه قعدة صلح قعدة لوم قعدة عتاب بس نهاية القعدة دي بتختم بالخير بينك وبين الشخص ده لان شايفة فيه بعض منكو وهو عندكو كاتب كتاب بإذن الله ولكن شايفة عند البعض برضو كأن الشريكك يعني معزور ماديا او ما معهوش مثلا فلوس في الوقت الحالي بس شايفة الامور هتبدأ تتحسن واحدة واحدة برج الحمل الشخص ده شايف انسة الحمل بانك حد جميل قوي وحد لي وضع وحد لي شخصية ومهتمة بنفسك قوي والشخص ده بيبدلك طاقة الحب يعني حتى لو فيكم ناس ما بيتكلموش مع بعض فيه تواصل روحي بين برج الحمل وبين شريكو يعني لو انتو مش بتتكلموا مع بعض وما فيش تواصل بالكلام او انا شايفة فيه تواصل روحي بين مواليد برج الحمل وبين شريكو فحلوة قوي الطاقة اللي جاية دي والفترة اللي جاية دي شايفة الطاقة بتاعتك بتبقى افضل من الوقت اللي فات مواليد برج الحمل انا زي ما قلت لكم البعض منكم كأن فيه يعني مشكلة بسبب فلوس بسبب ماديات فيه حاجة يعني خاصة بالفلوس هي اللي مقصرة على الارتباط الخاص ببرج الحمل والشريكو يعني البعض منكم معاركة لحطة الارتباط شوية حطة الماديات فهي اللي مقصرة على الارتباط بينك وبين شريكك وعمل ضغط في حياتك وحياته يعني كل ما تفتكروا الامور لسه مش متوازنة ماديا بتفتكروا ان سببها الفلوس بس الامور الفترة الجاية حتتوازن ان شاء الله ومستوى العلاقة بتاعتكو يعني هتبقى افضل من الفترة اللي فاتت فبراحة على نفسك ببرج الحمل وكل حاجة يعني اللي سببها فلوس تخلص احسن ما يكون الاسباب تانية وما تعرفوش تلاقولكو حل يعني لمشكلة انتو فيها فاللي سببها عرقالة مادية لا الامور المادية ان شاء الله هتبدأ مع الشريك بس شوية شوية اه الامور ماشية ببطء بس هتبدأ تتحسن شوية شوية طيب الكارت التاني بيقول انه خليك متفائل يا برج الحمل في عدالة رومانسية او سوار رومانسية بينك وبين الشريك في شخص زي ما قلتلكو هيدخل حياتكو او هو بالفعل دخل حياتكو يعني فيه علاقة بين كنتم الاتنين الفترة دي او هيكون فيه الفترة دي يعني واخدين بالكو يعني هو لاما دخل حياتكو الفترة الاخيرة او دخل حياتكو بالفعل فهنا الكارت بتاع الملايكة بيقولك انه اه ممكن يكون الشخص ده دخل حياتك بس هو ده الشخص الربنا اختره لك انت ممكن تكون متجاهله تماما ومش في دماغك ومش مركز معه خالص بس الشخص ده قدامك يقيمة حجيلك رؤية بالشخص ده او هتحصل حاجة تخليك تنتبه لي سواء في علاقتك الحالية او المستقبلية فخليك منفتح وخليك مركز في احلامك وفي اي اشارة انت تشوفها هتدلك على الشخصية دي او الشخص ده اللي مختار ليك يعني وخليك واسك انه ربنا يعني هيوجهك للشخص الصح وللطريق الصح الكارتة التالت من كروت الحب بقى وكروت العطفة بيقولك انه شوفوا وانا بقى يعني بطلع الكروت دي او فيه بعض منكم يعود برج الحمل حاطت نيته على حد معين في دماغك فانت داخل تسمع له القرية دي مخصوص طيب الشخص اللي في دماغكو ده توقى من روح هو الصلميت بتاعك هو الصلميت بتاعك فلو كنت بتسأل عنه فهو اه رفيق روحك وعايز تعرف هو ولا رقى الايجابة بتقولك اه نعم هو الشخص ده الشخص ده هتتشاركه مع بعض او فعلا بتتشاركه مع بعض في علاقة روحية بالروح والشخص ده اللي بتستفسر عنه هو ده اللي هيكون او اللي هو توقم روحك وهيكون من نصيبك والامور هتمشي معاكم اه يعني زي ما انتوا عايزين وهيكون في فرصة حلوة للعلاقة دي او للشخص ده يا برج الحمل فالشخص ده هو بتاعك نحط بقى برضو كده سؤال في دماغك ولا حاجة نشوف اجابته ايه مثلا ممكن تحط في دماغك هنرتبط ولا لأ امتى اه فين تعالوا كده نشوف بسم الله بسم الله طيب الكروت هنا بتقول لك اه خد خطوة يعني خد خطوة في حياتك اللي جاية وحاول تعمل حاجة اه تخلي مجال العلاقة او مصير العلاقة يبقى في صلحك اكتر يا برج الحمل ده طبعا اذا كان في اديك ان انت تعمل ده اه فحاول انت اخد خطوة اذا كنت انت رجل برج الحمل اللي تسمعني فاخد خطوة يا رجل برج الحمل والامور عندك هتتوضح يعني لما تاخد خطوة او تاخد اجراء في العلاقة الاعتفية بتاعتك فكل حاجة انت عايزها اه حتبان وحتمش زي ما انت عايز ومحطت في دماغك بالضبط كرت التاني بيقول لك اه انه في حاجة افضل ربنا شايلها لك في علاقتك مع الشخص ده اللي انت حاطت نيتك عليه وفي امور اه بتمشي لصالحك اه حتى لو انت ما كنتش حاسس بالتغيير ده او ما كنتش عارف انه فعلا الامر ده اه لصالحك سواء حصل بالاجاب او بالسلب في كل الاحوال الامر ده لصالحك وفي كل الاحوال اه ربنا شايل لك حاجة اه افضل من اللي في دماغك وافضل من اللي انت كنت بتفكر فيها فالحاجة اللي ربنا شايلها لك دي هتجي لك في الوقت المناسب كرت التالي بيقول لك ما تقلقش يعني بطل قلق يا برج الحمل والحاجة اللي ربنا ريدلك بها هتاخدها وهتكون مناصيبك فما تقلقش اذا كنت بتتفكر في حد معين هيبقى مناصيبك هيبقى بس اه يعني الموضوع عايز شوية تأني في الاختيار علشان ما تندمش بكرة وبعده على اه حاجة انت اخترتها بنفسك فيبقى ندمك اشد ف ما تقلقش اذا كنت خايف ومقلق برضه من الشخص ده فلا اكتب قلقش وما تخافش وان شاء الله الامور بتاعتك هتمشي في الاتجاه الصحيح الاتجاه الصحيح اللي هو الاتجاه الارتباط والاتجاه الزواج والحالة انت رسمها لنفسك طيب تعالي نشوف بقى اخذ لكم نصيحة الميرميد بسم الله الكارت ده بقى بيقول لكم ايه الكارت ده برج الحمل بيقول لك انه في حاجات كتير بصوا كده في حاجات كتير مخفية عنكم في حاجات كتير انتو مش عارفينها اه عايزين توصلوا الحقيقة معينة او في حاجة معينة ممكن تكونوا عايزين تعرفوا عن الشخص ده ولكن اه المعلومات اللي انتو عايزين توصلوا لها لسه يعني ما انك شفتش لسه معرفتهاش اه ولسه في حاجات كتير غمضة في الشريك اللي انت مرتبط بيه او هترتبط بيه اه حابب ان انت تعرفها بس لسه الامور مش واضحة فقبل ما تعمل حاجة اه فكر ازاي توصل لحقيقة الحاجات اللي انت عايزها دور على الحاجات المخفية في الشخص ده خلي عندك ثقة بنفسك اكتر وابدأ اه يعني دور بس بالراحة وما تحاولش تشارك حد اه مش واثق فيه في اسرارك او في كلامك او حتى تقول للشخص ده حاجة هي بالنسبة لك سر فكر كويس قوي قبل ما تتكلم مع الشخص ده او تقول له على الحاجة لجواك اه في حاجة جواك مضيقاك انت او موقف معين الشخص ده عايز تعرف عنه حاجة ما انتاش عارف توصلها دلوقت بس اه انتوا هتوصلوا لها ولكن ممكن ما تكونش في الوقت الحالي او حاجة معينة عن الشريك ده اه عايزين تكتشفوها بس لسه ما اكتشفتوهاش فهي ممكن تكون اه يعني هتعرفوها اه بس مش في الوقت الحالي فضي كانت نصيحة بطاقة الميرميت وان شاء الله يا بورج الحمل اموركو تتعدل وتبقى افضل من اي وقت فات ان شاء الله حبايبي دي كانت قرائتكو العطفية اتمنى يا رب قرائتكو انا عجبتكو وحبايبي ما تنسوش لو سمحتو لو كنتو حد جديد معايا في الفيديو اشتركو وتفعلو زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يصلكو باشعار واللايك والشير علشان كل موليد برج الحمل يشوفو الفيديو واشوفو في فيديو جديد يا برج الحمل وتابعو دايما صفحة المنتدى هنزلكو عليها حاجات حلوة نساء الله اشتركو على خير يا برج الحمل